السلام عليكم خطي الفرنسيون يجمعون الإنغاءات من أجل إعادة المقابلة النهائية حسب قولهم بسبب الظلم التحكيمي في النهائي اللي يجمعنا بين فرنسا والأرجنتين يعني لهذا الحساب المغرب يجب أن يعطينا كأس العالم لأن المغرب الظلم التحكيمي اللي يعانى من هاد الفرنسيين فقط الجامعة الملكية المغربية تقدمت بشكوى الفيفا ولكن هذا ما كنت أقوله أنا كنت أقوله صحيفة الماركة وعدة صحف دولية أخرى وجمعوا أكثر من 200 ألف فرمة هاد الناس يعني بان سيريوس وإمبابي يطالب بطرد ميسي من البيسيخي بسبب هاد الحركة من ديبو مارتينيس اللي هو الحارس دي المنتخب الأرجنتيني يعني هاد الشي هاد الفرنسيين يعني الظلم يعني لأنه هدوهم المقابلة دي النصر منها لأنه كان كل شي عندهم مرتب باش يلعبوا باش يفوزوا بالكأس ولكن أنا غادي الرد على هاد الفرنسيين بهاد اللقطة كما كتشوفوا معايا هنا هاد اللقطة ديال اللي علل الحكم على ضربة جزاء باش تعادلوا باش نمشوش الأشواك إضافية ويارى لمسة يد شوفوا معايا هنا أخوتي شوفوا معايا هنا الصور في هاد الفيديو عفوا شتو راه المهاجم رد الكورة بيدو وشوف براين بابي وشات وضربت في اللاعب الأرجنتيني وصفر بناديو لكن قبل كنت ضر لمسة يد اي ضربت خطأ يعني هاد الناس عندهم واحد الكارة اه شغاتي نقول لكم هنا كما كتشوفوا هاد شي لم يسبق له مثيل جمع التوقيعات في فرنسا لتكرار النهائي هنا الفرنسيون يريدون أن تتم إعادة المقابلة النهائية مرة أخرى ولهذا قاموا بتقديم التماس على موقع السيبسيان ولديه بالفعل أكثر من مئة توقيع نام الفرنسية ريكو خدا دي فيرما سين فرنسيا يريدون أن تتم إعادة المقابلة النهائية ولكن شوف هاد الناس يعني احنا ظلم التحكيمي هاد الناس بعدها ما كانش خصوهم يكونوا في المقابلة النهائية بعد ذلك أن المغرب اللي كان خصو يكون لأنه تحرم من جوش ديال الضربات الجزاء جد واضحة والحاكم كان معاهم يعني في المقابلة النهائية وما قدرواش يفوزوا على الأرجنتين رغم هاد شي هذا كامل قال لك لا يعني بغينا يعني بقات فيهم هنا بغوا يعيدوا المقابلة النهائية غادي نهضروا على هاد الخبر وغادي نهضروا على هاد السائح الفرنسي اللي هو صانع محتوى يوتيوبر يعني وهاد صانع محتوى كما قدرشوه هنا في هاد الصورة كان يسجع المنتخب المغربي في منذ القطر وتعجب المغرب ومشى يعني باش يزور المغرب ولكن تفاجأ يعني اللي قدمو هاد اللاعبين والمتخب المغربي بسفة عامة يعني ناس بحال هادو يعني كيتفايدك شي كله للأسف هاد سائق يعني تحبات منه الرخصة ديال الثقة رخصة ديال السياقة ديال الثقة برمي كون فيانس وخصو كتر صراحة يعني هاد سيد كيلعب على البوز هتا هو هاد سيد يعني هاد بيديو تشاف بالملايين يعني هاد شي كي طيح ونا سائقين خرجوكين دوما شي كل شي بحال بحال وهنا يعني بسبب المونديال هنا انتقل ذكر المغرب في الانترنت من خمسينية الف الى تلتاش مليون وهذا مقال في صحيفة دايلي ميل الانجليسية اللي كتتوقع طفرة سياحية للمملكة بعد المونديال يعني بسبب المونديال يعني واحد طفرة سياحية يعني تلتاشر مليون واللوكي بحتو على المغرب المهم غدين شوفوها جوجل الأخبار كينا مجموعة من الأخبار المهمة خطي يعطيونا اللايكات ديلكم بكترة كما العادة ونمشيو يعني التفاصيل ديال هاد الأخبار المهمة خطي المغربة والجالية المغربية في كل مكان سلام الله يعليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عطمان برسلونا في كل مكان ودائما وأبدا كما العادة كانت منه تكونوا بخير وعلا خير وأحسن الأحوال ونبدأوا على بركة الله نبدأوا بهذه المجموعة ديالأخبار نبدأوا بهذه الخبار ديالفرنسا يعني فرنسا اللي كتجمع الإمضاءات لإعادة المقابلة النهائية على حسب القول ديالهم بسبب الظلم التحكيمي اللي يعانوا منه يعني في المقابلة النهائية والعكس صحيح لأنه من اللي تعدوا على الناس تعدوا على المغرب أولا وهناك ما شاركت معكم يعني لمست يد قبل من ضربت جزاء يعني الحكام أعطاهم عدة فرص باش يرجعوا في المقابلة ولكن ما قدروش من نهازموا في هذه المقابلة اللي كان كل شي مرتب على أنهم يفوزوا بها والأمير ديال قطر يعني حتى هو كان بغي أنه فريق بيسيخي فرنسا واللي البيسيخي اللي فيها النجم دياله الصعب يعني كانوا بغي أن يفوز ولكن فاز ميسي هاد الناس ما تقبلوش هاد شي بروح رياضية ناردو كي جمعو يعني الإمضاءات باش على الله تعاد مقابلة نهائية هاد شي مستحيل ممكنش يكون ولكن هاد الناس يعني علاش هما كيتعداو هما كيتعداو ولكن هنا ما تضلموش ولهذا اللي كم غي نقول أنا لهاد الفرنسيين على حساب يعني هاد الحماقة اللي كيعملو فالمغرب خصو يطالب بهذا الكأس يطالب بهذا الكأس يعني بطريقة مباشرة ما يبقاش يجمع الفيرمات أو إلى هذا نشان يعني الظلم التحكيمي اللي يعانل منه المغرب المقابلة نهائية كان واضح وبشهادة العالم المغرب تضلم كل شي يهضر على أن المغرب تضلم وهاد شي يعني مروا مرور الكرام عليها الفرنسيين ومروا المقابلة نهائية وبقوا وكيطلبوا بإعادة المقابلة وهاد شي كما قلتكم ما كنقولوش كنقولوه ننكا بيستوريكو خيرا الفيرمات إن فرنسيا برا ريبيتير لا فنال هنا يعني ما غير شكر عليكم هاد المقال لأن الأمور واضحة هنا الفرنسيين ويمبابي خاصة يعني يطلب هناك نشوفو يعني الإيمبابي كيطالب أيضا أن ميسي يطرد من الفيسيخي بسبب هاد المالخيستو أو هاد الحركة اللارياضية على حساب قولهم بأنه شي واحد من جماهير في الوقت احتفالات لاحلو ذاك الصورة ديال المقال كمونيكو وبدأ ماشي به هاد الصورة مع جبات وطالب أنهم يطردوا ميسي من الفيسيخي وميسيش من كلبا عنده وميسي دعم لأنه كل شي كيشو ما عرفش شنو هزفيده يعني إذا تنشي حاجة أو تطالب شي حاجة طالب لعقاب ديبو مارتينيس الحارس وميسي لاش لأنه شوفوا هاد الناس كيفاش عاملين شوفوا هاد الغرور ديال هاد الناس والأنانية ديال هاد الناس المهم شدوا هاد الموضوع ونبشي ونشو هاد ديبو مارتينيس حتى هو يواسي يعني بكل رح رياضية شوفوا هنا الوجوه ديال اللاعبين مراضيين شبهاد الخسارة الفرنسيين وحتى الرئيس يواسي اللاعبين مهم نمرو على هاد الموضوع ونبشو وبذلك الشي اللي لا مسؤول الصراحة يعني افضحنا هاد السيد هذا الصراحة يعني بهذا الفعلة يعني والواقعة ان هذا سائح بريطاني واللي واصاني محتوى عنده قناة كبيرة في اليوتيوب يعني سجل ذات الحوار اللي دار بينه وبين صاحب التاكسي يعني اللي ينقلوه من المطار رجال معرفنا وتخلص منه 350 درهم عطار بعمية درهم وما بغايش يردلو 50 درهم يعني بغاي تدي بروبينها بالدرع ولا هذا وذلك السيد صور صور نشر الفيديو والناس يعني اللي كيتابعوا هاد القناة تبدأوا على المغاربة بالسبوع كأن المغاربة كلهم ومن اللي يرتاكبوا هاد الخطأ هاد السيد هو اللي كيتحمل المسئولية دياله بوحده هو اللي عمل هاد الشي اللي أنا الصالح والطالح كين في كل بلاد ما كينش غير في المغرب ولكن للأسف هاد الشي هادا كيتشاف وكيمشى وكيمشي بزاف مهم هاد السيد هادا سحبوا منه الرخصة ديال السياقة ووقفوه يعني بصفة نهائية ما عرفتوش هاد يتكون عقوبات أخرى ولا لا يعني هاد الشي اللي قد يقدموا المنتخب الوطني المغربي يعني للمغرب كيجيوا أشخاص بحال هادو اللي هما يعني كيمتلوا نفسهم وكيشوهوا بالمغرب وهنا يعني السائقين كلهم كيتبروا من هاد الفعل وهنا يعني هاد الشي اللي اللي أقدم عليه المغرب هاد الإنجاز التاريخي اللي وصل ليه للمغرب جعل العالم كله كيبحث على اسم المغرب ومنهم هاد السائح البريطاني هانتو مشوه بالوش ما ديال المنتخب المغربي يسجع المنتخب المغربي في قطر ومباشرة يعني بعد انتهاء المونديال انتقل ليزور المغرب ومن هاد الشخص كين الملايين ولكن من غادي شوفوا بيديوهات بحال هادي ديال هاد تاكسي يعني الناس كنت تبدأ تراجع لان هذا الشي هذا كيشوه عفوا الصمعة ديال مغرب هنا حسب صحيفة دايلي ميل هاد الشهيرة تتوقع طفرة سياحية للمملكة بعد المونديال يعني من بعد 500 ألف شخص يعني شوف من 500 ألف يعني من نصف ديال مليون انتقلنا إلى 13 مليون شخص اللي كيبحث على المغرب هنا قالت هذه الصحيفة البريطانية ان المغربي يتوقع ان يعرف الطفرة في قطاع السياحي بفضل تزايد رغبة السياح في العالم في اكتشاف هذا البلاد بعد الانفجار التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في مونديال القطر وبولغي المربع الدابي في كأس العالم كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك وحسب الصحيفة البريطانية فان اسم المغرب ذكر في الانترنيت خلال شهر المونديال بحوالي 13 مليون مرة في حين المعدل كان لا يتجاوز 500 ألف تذكرة في شهر واحد لإسم المغرب ذكر عفوا ألف ذكر في شهر واحد لإسم المغرب وهو ما يشير إلى أن اسم المغرب تم تداوله على نطاق واسع مما أعطى شهرة للبلد لأن هذا الشيء الذي أقدم عليه المنتخب العربي أعطى شهرة كبيرة للبلد وهنا المقال ما زال طويل وطويل بزاف ما غيريش نقرأ عليكم كامل وهنا رجع مرة أخرى يعني لهذا الطلب الغريب للمنتخب الفرنسي والفرنسيين أنهم يطالبون بإعادة مقابلة نهائية هذا الشيء مع أمر غادي يكون ولكن شوفوا الواقاحة دي لهذا الناس معارفين بلي هما ظلموا المنتخب الوطني المغربي وكين بزاف دي الصحفيين دي المواطنين الفرنسيين يعترفون بذلك يقولوا بلي المغرب هو اللي يخصيكون في المقابلة نهائية رغم كل هذا هاد الناس ناظوك يجمعون يعني الإنضاءات بس تعاد المقابلة النهائية شوف فين وصلوا هاد الناس وحنا يعني رغم ذلك الظلم التحكين اللي كان واضح ووضوح الشمس يعني اكتفنا بشكاية بتقديم شكاية الجامعة الملكية المغربية اكتفت بتقديم شكاية للفيفا تحاد دولة لكرة القدم وهذه الناس يعني تبين باللي ضربة خطأ قبل ضربة جزاء لحكم البولوني يعني رغم ذلك وكين البار والبار يعني ما شافش دكشي رغم البار سيشوف لقطة بحال هاده البار إذا تعقل على المقابلة ديال البارسة مع الانتر جوج ديال لمسات ديال يد بحال هاده يعني تحييد دك الهدف تسجلوا منها هاده وتحييد يعني تلغى دك الهدف وهذه باينة اللي تعلّ وملحقش الكورة براسه وردها بيدوم شاة عندي مبابي ومبابي يعني من قدف خاص في اللاعب الأرجلاتيني بالحكم يعني يعلّل على ضربة جزاء هنا في هذه الحالة يعني البار خصوة يعلم الحكم أنه كانت لمسة يد سابقة أي بطاقة صفراء وضربة خطأ ويعني تلغى ضربة جزاء يعني رغم هاد الحويج هدي كاملة رغم الظلم التحكيمي في النصف النهائي مع المغرب شو كله وهاد الناس يطالبون بإعادة المقابلة شوفوا معامل نحن أخوتي ما نطلقش عليكم بزاف كان كين بزاف ميتقال يعني حول هذا المونديال الأخير لكن كتفيوا بهذا القدر أنتم مشو يعني هاد شي ما مكرهناش أننا ما مبقاوش نشوفوا هذا الحويج يعني وصلنا لواحي الوقت كون شي كاميرات كون شي كيتصور ما تعرفش معامل كالتعامل ما تعرفش معامل قارس ولهذا الإنسان وخصصا يعني هذا السغلال السغلال عشان وش كين طريفة محددة يعني هذا المسافة ما بين المطار وما بين وسط هذا المدينة دي المراكش وش مكينش مراقبة وش مكينش يعني بزاف دي الحويج خص لا بد يعني نضرب بيدين من حديد لكل واحد يعني ما يخدمش الضمير دي له كيحاول أنه يستغل الناس كيحاول أنه يشوه بالبلاد فهذا الشخص بحال هذا خصو يتعاقب يعني هذا الفيديو وصل للملايين وكل شي كي جمعنا يعني نص متين الميز موساكو يعني كون نحنا يعني بحال بحال رغم أنهم عارفين أنهم حتوما يعني فيهم أشخاص طيبين وأشخاص سيئين ولكن مي كتجي في نحنا وكين اللي غادي يزيد رفوج لهذا الشي هذا لأنهم لانتريسة خطيط الله لفرسكم ليلة سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى